تحتفل مملكة البحرين في السبع والعشرين من يونيو من كل عام باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك لأهمية هذا القطاع وإسهاماته الواضحة في دعم التنوع الاقتصادي الحاصل في المملكة ورفع الناتج المحلي فضلا عن دوره في توفير العديد من فرص العمل الأمر الذي نتج عنه حدوث انخفاض كبير في معدلات البطالة بشكل ملموس في الوقت الذي أضحى فيه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها اقتصاديات الدول في العالم لثبوت دوره المباشر وإسهاماته الواضحة في رفع الناتج المحلي وخفض معدلات البطالة بشكل كبير وملموس بانت السياسات الحكومية الصائبة في البحرين نحو تفعيل أوجه الابتكار في آلية عمل هذا القطاع الأمر الذي أدى إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتنوع في مصادر الدخل بالشكل الذي سعت إليه الحكومة ليكون متماشيا مع هداف رؤية البحرين 20-30 إلى حين أن أصبح مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل ما نسبته 98% من مجموع الشركات المحلية في البحرين وهو أحد العوامل الرئيسية في دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبناء على التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الداعية إلى توسيع نطاق الاهتمام بتلك المؤسسات ودعمها لتنشيط الحركة الاقتصادية في السوق البحرينية تم تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العام 2017 بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة التي تصب في مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ليعتمد سموه في فبراير من العام 2018 استراتيجية المجلس ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالقطاع التي هدفت إلى تقوية عمليات تأسيس هذه المؤسسات وقدراتها لتحسين الجانب التنافسي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية مع مجيء اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي يصادف في تاريخ السابع والعشرين من يونيو من كل عام فإن المملكة تفخر وضمن جهود مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق إحدى وعشرين مبادرة تم إنجاز سبعين في المائة منها كان لها الأثر البالغ في منظومة ريادة الأعمال والابتكار وأسست لنقلة نوعية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحدث انعكاسا إيجابيا اقتصاديا ممتدا على المدى البعيد وفقا لأفضل الممارسات العالمية والذي يأتي من أهمها برنامج المشتريات الحكومية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر حول منح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة عشرة في المائة في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية ونتيجة لذلك فقد شهد العام 2020 ترسية ما يقرب على 146 مناقصة حكومية بقيمة مادية وصلت إلى 55 مليون دينار بحريني لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على شهادات التصنيف التي تمنح من قبل الوزارة ناهيك عن إطلاق مبادرة نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال الداعمة لريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتغلب على التحديات التي تواجهها في المراحل الأولى من عملها حيث تم الترخيص لـ 24 حاضنة في مختلف التخصصات استفاد منها ما يزيد على 700 مؤسسة وشركة ناشئة حتى الربع الأول من العام الحالي لتلفزيون البحرين محمد رشيدات